في فضية الشيخ ما حكم وضع الرباط على الفخذ للرجل السمين لمنع التسلخ الذي يحصل خاصة في أيام الحج وكثرة المشي يجعل رباط على فخذه أو أن يلبس السروال القطني يعني خاصة لمن يعاني من هذه التسلخات نعم أما نحتاج إلى لبس المخيط المفصل على هيئة الجسد سواء كانت من السراولات أو من غيرها فهذا له أن يفعل ذلك عند الحاجة ولكن عليه الفدية والفدية خصارها كما يقولها العلم هي على التخيير كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وفسرت بحديث كعب بن عجر رضي الله عنه يعني إما صيام أو صدقة أو نسك الذي هو إهراق الدم أو ذبح الذبيح أو ذبح الشات فله أن يصوم ثلاثة أيام وله أن يطعم أو أن يطعم سدة مساكين أو أن يذبح شاتاً إذا احتاج إلى ذلك أما إذا كان هذا مثل الرباط الذي يربط فلا بأس مثل يربط رباط على الفخذ الأول ورباط على الفخذ الثاني في أعلاه حتى يمنع الاحتكاة هذا لا شيء فيه ولا يعد هذا من الملبوسات أو من المخيطات المفصلة على قدر الجسم فإذا احتاج إليها أو حتى لو لم يحتج جاز له أن يفعل ذلك هو لا فدية عليه نعم وإنما الفدية في المفصل نعم هناك رباط يعني أشبه ما يكون بالرباط الذي يربط على اليد يعني شاش أو كذا نعم يشد على الفخذ للرض العضلي نعم مثل هذا كذلك هذا مثل الشاش هذا لو وضعه وضع عليه يعني الربطات المعروفة في الشاش الطبي فلا يعد هذا من اللباس لأنه لم يفصل حتى لو قلنا أنه على الفخذ الفخذ ليس من الملبوسات العادية نعم الفخذ له عدة اعتبارات أن يكون بربقة وأن يكون بمدخل الرجل الأولى ومدخل الرجل الثانية فإذا انفصلت بهذه الطريقة نعم فهي لم تعد ملبوسا مفصلا على قدر الجسم نعم